في باكستان قتل ثمانية أشخاص وجرح حوالي عشرين آخرين بسبب انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق من مدينة لاهور العاصمة الثقافية لباكستان وقد ضربت سلسلة هجمات البلاد في الفترة الأخيرة موقعة 130 قتيلا على الأقل ومئات الجرحة كان أكثر تلك الهجمات دموية هجوم على مزار صوفي في إقليم السن جنوب البلاد وقد تبناه تنظيم داعش وحركة طالبان باكستان من جانبها توعدت الحكومة الباكستانية ومسؤولون عسكريون بتكثيف العمليات لمطاردة المسلحين عبر أنحاء البلاد فيما أغلقت الحدود مع أفغانستان لدواع أمنية